اشتركوا في القناة ما هي الأسباب التي جعلت الملكة تتأخر عن التلقيه؟ وكيف نستطيع أن نسرع من عملية التلقيه؟ وما هي الإجراءات المتبعة التي يجب على الأخ النحال اتبع اتباعها في مثل هذه الأمور؟ محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ رشد زريقي من فلسطين فكونوا معنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحياتي لك أخي ماجد أخي ماجد تقول أنه في عندك ملكة خرجت من البيت الملكة في 12-5 واحنا الآن يعني لـ 26-5 ولسه الملكة ما تلقحت هذه الملكة يعني المفروض أنك تتخلص منها يعني دائماً احنا بنقول أنه الملكة في الأحوال الطبيعية أو 90% من الملكات في الأحوال الطبيعية تتلقح في اليوم السابع وتبدأ في البيت باليوم العاشر لكن ممكن يعني يصير زائد ناقص واحد هذا طبيعي الأمر بس يعني 14 يوم 15 يوم 16 يوم هذا كثير يعني احنا اللي بيشتغله أو اللي بيعتمده على ملكات التطريد وملكات الإحلال والملكات الطوارئ يمكن ما بيلاحظوا فرق لكن اللي بيشتغلوا على التطعيم سواء التطعيم اليدوي أو الجنتر بيلاحظ هذا الفرق كبير جداً كيف بيكون الفرق يعني إذا مثلاً نفترض أنه نحال طعم 20 ملكة أو يعني 20 بيت ملكة وفكست العشرين بيت ملكة وبدأت على العشر أيام بدأت هذه الملكات كلها طبيعي إلا مثلاً فيه ثنتين ما بدأين بالبيط أخرين لـ 14 يوم لـ 15 يوم عشرين زي ما ذكروا بعد الإخوان ربما تصر أكثر ربما تصر أكثر من عشرين إذا كانت هناك في موانع تمنع خروج الملك للتلقيح سواء كان رياح شديدة أمطار شديدة درجات حرارة منخفضة أمور زي هيك هاي الأمور نعتبرها إحنا فوق الإرادة لكن إذا أكرانها اللي فكست معها تلقحت وبدأت في وضع البيط وهذه الملكات الثنتين لم تتلقع ولم تبدأ في وضع البيط فالأفضل هنا أنه يتم التخلص منها ليش؟ لأنه يعني من خلال مشاهدتنا ومن خلال تجربتنا اللي يعني شاهدناها وأكثر من مرة والسبب العلمي يعني اسمح لي ما بعرف يعني شو السبب العلمي لكن هذه الملكات غالبا يعني إذا كانت ربيعية غالبا ما رح تخرج من موسم الصيف أو ما رح تخرج من الخريفة أو الشتاء يعني مش راح تستمر معك هذه الملكات للسنة القادمة احنا دام منقول يعني إذا في عندك ملكة ما تلقحت ما باضت على العشر أيام ما في عندك مجال أنك تغيرها ما في عندك عذارة ثانية ما في عندك ملكات ملقحة جاهزة وما في عندك مجال أنك تغيرها تركها خليها يعني لو تلقحت على عشرين يوم مش مشكلة لكن بدك تغيرها بأقرب فرصة ممكنة لأنه هذه الملكات يعني نرجع من أكد أنه من خلال التجربة والملاحظة أنه هذه الملكات لم تستمر طويلا وستكون سيئة يعني أعتقد أنه الإخوان اللي متبعين لمناحلهم ولملكاتهم بشكل جيد وعندهم سجلات وبعرفوا أنت الملكة تلقعت وأنت باضت بلاحظوا هذه الملاحظة أنه هذه الملكات عمرها بكون قصير إما النحل بيعملها إحلال أو أنها بتظل هذه الخلايا تضعف 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 حتى أنها تنتهي في فصل الخريف بسيطر عليها الدبور الأحمر والدبور الأصفر إلى آخره بضعفها على آخر فإذا ما انتهت في فصل الخريف ستنتهي في فصل الشتاء وتموت ونادرا ما هذه الملكات تتجاوز وتبدأ مع العمل في السنة الثانية حتى لو بدأت في العمل في السنة الثانية سيكون إنتاجها ضعيف ولا بد من تغييرها أنا بالنسبة لي بشبهها للنسوان هذل اللي في عندهم يعني صعوبة في الحمل يعني ما بتحمل إلا تتغذ أدوي معينة وإبر معينة وربما بدها تعمل زراعة وإلى آخره هذا هيك يعني بتكون هذه الملكات يعني قليلة الإنتاج وقليلة الغزارة في البيض لكن إذا قارنتها مثلا بأكرانها اللي خرجت معها بنفس الفترة يعني خلينا نفترض مثلا أنت عملت ملكاتك في أول الربيع في شهر ثلاث مثلا بتلاحظ الفرق كيف بصير أي ملكة أنا بالنسبة لي أي ملكة تتعثر بالتلقيح أو حتى الملكات أحيانا تخرج إلى التلقيح ولا تعود يعني ما بحاول أني أعمل مرة ثانية أحط لها إطار فيه بيض ولا إطار فيه حضنة ونخليها تعمل بيوت مرة ثانية وتربي ملكة مرة ثانية لا ما بشتغل هذا الشغل أنا كله نهائيا مجرد ما أنه خرجت الملكة للتلقيح إذا رجعت حياها الله وكان بيهم نستقبلها ونعملها استقبال حافلة ليك بجلالتها لكن إذا ما رجعت الله ما دوليبها مباشرة يعني برفع بزيح الصندوق على الجنب كتل نحل على الأرض بروح نحل هذا يعني بروح على الصندوق ثاني وبدخل طبعا بدون أي مشاكل بدون أي شيء يعني بعملها معاملة الخلايا اللي فيها أمهات كاذبة من الساعة الأولى مجرد ما طلعت الملكة للتلقيح وما رجعت باتخذ معها إجراء وكأنه كانها فيها أمهات كاذبة لأنه هذه الخلايا اللي يعني من النطر نشتغل فيها بالطريقة هذه بنكون مطعمين ولا منتقبين إنه ملكات من خلية كويسة وتخرج هذه الملكات للتلقيح ولا تعود ونجيب إطار في بيض ولا مش عارف إيش وتبدأ تعمل الملكة بيوت ملكية اسمها بيوت طوارئ وهذه البيوت الطوارئ يعني تحدثنا عنها كثير وكلها هي من أسوأ أنواع الملكات هذه الملكة يعني المفروض إنك تتخلص منها يعني دائماً إحنا بنقول إنه الملكة في الأحوال الطبيعية أو تسعين في المئة من الملكات في الأحوال الطبيعية تتلقح في اليوم السابع وتبدأ في البيض باليوم العاشر لكن ممكن يعني صير زائد ناقص واحد هذا طبيعي الأمر بس يعني 14 يوم 15 يوم 16 يوم هذا كثير يعني إحنا اللي بيشتغله أو اللي بيعتمده على ملكات التطريد وملكات الإحلال والملكات الطوارئ يمكن ما بيلاحظوا فرق